مرحبا اليوم عندنا معلومات عن الزاعدة الدودية أو التهاب زاعدة الدودية التهاب زاعدة الدودية خطر جداً على حياة الشخص إذا عانيت من هذه الإعراض أو هذه المشاكل فلازم نزور الطبيب الأخصائي حتى يسوي لك الفحوصات اللازمة لأن إذا كان عندك هذا الالتهاب أو انفجرة الزاعدة الدودية راح يسomicع أتناك التهاب توجه في البطن أو تسماع بالدم فرح يسعب لك مشكلة أو خطر على حياتك فلازم تعالجها قبل ما تسبب لك هذه المشاكل الكبيرة فأول شي شنو هي زاعدة الدودية زاعدة الدودية عبارة عن نبوب موجود بنهاية الأمعاء الغليظة مثل ما يشوفون هذا اللي هو صير جوه نهاية الأمعاء الغليظة تصلب أو تضخم فراح يصير بها التهاب شنو أعراض الزاعدة الدودية أعراضها يصير عندك فقدان شهية حمى غثيان ألم حول الصرة وينتقل للجانب الأيمن الألم يكون راح يتركز بالجهة اليمينة مثل ما يشوفون الزاعدة الدودية موجودة بالجهة اليمينة فهذا الألم راح يتركز بهاية جهة فشنو الكشف عن زاعدة الدودية شون راح يصير؟ الكشف عنها راح يكون يا أما كشف يده يعني بالتلمس أو يكون عن طريق التحالي للدم أو يكون عن طريق سي تي سكان اللي هو السونار فلازم بهذه الحالة أنت تتوجه للطبيب الأخصائي وذا عندك هذه الأعراض لا تأخذ أي علاج مباشرة للطبيب عندما فجرة تدك يا أخي راح تسوعدك يعني خطر على حياتك وعلاجها راح يكون عن طريق الجراحة أو إذا كان التحالي خفيف ممكن الطبيب الأخصائي يصرف لها أدوية إذا ما نفعت يعني ممكن يكون الاستيصال اللي انهي الالتهاب ممكن يرجع لك لأن أغلب الزاعدة الدودية عند الناس جاي تلتهب فالأفضل زالتها وتخلص من عندها حتى يصير هذا الخطر عن حياتك فإذا حبيت الفيديو واستفادت ستابعوني في عمال